موسم العودة للدراسة ورجعت المدارس ورجعنا للنوم بدري المفروض والالتزام والمذاكرة والنقاشات اللي جوه كل البيوت المصرية ما بين الاهالي والطلبة ونم بدري وبعد طبعاً ثلاث شهور من الراحة والأجازات والفسح وكل واحد بينام براحته النقلة بقى والتغيير بتبقى صعب الصراحة يعني نظام اليوم بيبقى ماشي بشكل معين عاجب طبعاً كل الطلبة ومش عايزين يغيرون لا يزم بقى يدخلوا في موت تاني خالص وهو موت المدرسة ويصحى بدري ويذاكر فتلاقي النقاشات ما بين الاهالي والولاد كتير قوي علشان بس ايه نتهيأ كده لعودة الدراسة احنا كمان الكبار والله نتهيأ لعودة الدراسة وده بيعمل نعمل عن وقت ضغط علينا ازاي بقى نرجع الدراسة من غير ضغط ومن غير مشاكل مع طلبة جوه البيوت هنعرف مان دكتور محمد حمودة مدرس الطب النفسي اهلا بحضرتك يا راكتور اهلا بحضرتك بسهدا مشهدي وحضرتك طيب وبخير مسم دراسي جديد ان شاء الله موفق للجميع النقلة بقى بتاعت من الاجازة للدراسة دي نقلة يعني مش سهلة على حد وانك تقنعهم انه تناموا بدري وتسحوا بدري وترجعوا تاني تنسوا مود الاجازة ده نعملها ازاي هو احنا عندنا غلطة بنرتكافها كل سنة ان احنا بنسيب الولادنا بروحتهم في الاجازة لحد اخر يوم في الاجازة يا راكتور وبعدين هما لما نقولهم نام بدري عشان المدرسة قربت يقولك انا فاضلي لسه ثلاث يوم في الاجازة سيبوني براحتي وكأننا بنعذبه لما نطلب منه ان هو ينام بدري فللأسف ان احنا بنسيبهم طول الاجازة وبنيجي نطلب منهم الالتزام في وقت الدراسة ده بيعمل زي ما حالك قلت كده نقلة وصعوبة في ان هما يعدلوا نظام نومهم وصحيانهم يعدلوا طريق تفكيرهم يعدلوا حاجات كتيرة جدا وكمان حاجة مهمة جدا نازم ناخد بالنا منها انه دخلة الدراسة مش بتوتر الاطفال بس او الطلبة بس هي بتوتر اولياء الامور زيادة عن اللزوم ما قولتها بنصحب بدري عشان هي مش مسألة ان احنا نصحب بدري عشانهم على فكرة هي مربوطة في ذهننا بلما احنا كنا اطفال في المدرسة كنا بنتوتر بنفس الدرجة فبقى دايما جوا الدراسة بيوترنا تلاقي فيه كبار كتير بيتوتروا مع بداية الدراسة حتى لو هما مش راحين مدرسة او معندهمش اولاد خالص يعني لكن هو بس مجرد وقت الدراسة بدأ فده معناه انه زحمة هتبقى في الشوارع ده معناه انه الجوا بتاع المغرب ده اللي بيجي وبيخلينا نحس بريحة الجلاد وريحة الكراريس بتاعتنا ولوين هي ذكريات حلوة يا دكتور احنا كاجيال بنشوف ده ذكريات حلوة كانت بتوتر الاجيال زمان او كانت بتوترنا زمان واحنا صغيرين زي ما بتوتر ولادنا دلوقتي فبيبقى التوتر في دخل الدراسة ولادنا دلوقتي متوترين يا دكتور حيك شايف الاجيال جيبتوا توتر من الدراسة اه اه بيتوترهم بالدراسة زينا بالظبط واللي ما بتوترش بينهم بالدراسة زي برضو اللي ما كانش بتوتر في وقتنا بالدراسة فهي هي بالظبط هي نفس المعادلة مهمش اصعب يا لا لا هي نفس المعادلة تقريبا وان كان بس المغريات هي لزيادة يعني هو في نت طول الوقت وفي موبايلات في ايد كل الاطفال وفي بلاي ستيشن في كل بيت فاحنا عندنا مشكلة ان الحاجات دي كلها محتاجة تتقفل مرة واحدة فاحنا كانت تحضير لدخلنا المدرسة هاسهل بكتير من تحضير ولادنا لدخلهم المدرسة